متابعة لهذا المنضوع ينضم إلينا مباشرة من رمالة فالح نصير فالح مراسل القناة ميديان تيفيف فالح معك آخر التطورات في هذه الجمعة الجديدة لمسيرات العودة نعم في الجمعة الثالثة لمسيرات العودة قمع الجيش الإسرائيلي تظاهرات فلسطينية التي انطلقت اليوم عند نقاط التماس والاحتكاة كلاسية عند الحدود الشرقية لقطاع غزة حيث استشهد شاب فلسطيني فيما أصيبت 977 فلسطيني جراء قمعهم بالرصاص الحي والمعدني من قبل قوات الاحتلال التي انطلت معقالها لسيما قرب الحدود بعد أن دفعت بقوات القناصة إلى هناك وأعطت إذارا مسبقا أن الجيش الإسرائيلي سيطلق النار بهدف القتل إذا ما اخترب الفلسطينيون من السياج الحدودي القاصل هذه الجمعة شهدت تصاعد كبير في المواجهات من قبل الفلسطينيين بعد أن دعت الفصالة الفلسطينية جمعة الشارع الفلسطيني إلى الخروج والتظاهر تنديدا بالاحتلال الإسرائيلي في الجمعة الثالثة لمسيرات العودة المستمرة حتى الخامس عشر من مايو المطبل وهو اليوم الذي يتزامن مع ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أيضا هناك وقعت مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال بعيدة صلاة الجمعة عند نقاط التماس والاحتكاك هناك أكثر من ثلاثين إصابة معظمها بالاستنشاط الغاز المسيء للدموع بعد أن قمع الجيش الإسرائيلي كافة المتظاهرين الفلسطينيين الذين هبوا خطافا وثقالا نصرة ودعما لأهالي قطاع غزة الذين يواصلون هذا الحراك في الشارع الاسيما قرب السياج الحدودي القاصل كما أيضا استهدفت قوات الاحتلال على صواقم الصحفية والطبية اليوم في محاولة جديدة لتغطية أو إخطاء الحقيقة في ظل ما يقوم به الصحفيون الفلسطينيون من فضح لجرائم الاحتلال الفصالة الفلسطينية أكدت استمرار هذه التظاهرات حتى الخامس عشر من مايو المقبل ودعت الفلسطينيين إلى تكثيف الحراك في الشارع الفلسطيني والاشتباك مع قوات الاحتلال عند نقاط التماس لسينا في الأيام التي دعت بها إلى الخروج والتظاهر وهو يوم الاثنين المقبل في الضفة الغربية وهو يوم الجمعة في قطاع غزة والضفة الغربية طيب أمام كل هذه التطورات الحاصلة الآن كيف برأيك سينعكس ما يجري وتولي سقوط القتلى والجرحة في ظل السياق السياسي الحالي كيف سينعكس على النقاشات الدائرة عاشية القيمة العربية برأيك؟ نعم أعتقد أن الأيام المقبلة ستكون حبلة بالتصعيد لسيما وأن الشارع الفلسطيني أخذ دمام المبادرة بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي عن قرب من خلال نقاط التماس لكن الشارع الفلسطيني ينظر بعين الأمل إلى أن تخرج القمة العربية بقرارات وتنفذ على أرض الواقع تنصف الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي ظل ما تتعرض له مدينة القدس لا سيما أمام الاعتراف الأمريكي بها عاصمة لإسرائيل واعتزام الإدارة الأمريكية نقل سفارة بلادها من تل عبيب إلى مدينة القدس ربما سيشتد الحراك في الشارع الفلسطيني خلال الأيام المقبلة بعد أن دعت الفصائل الفلسطينية كافة الفلسطينيين إلى الاستمرار في هذا الحراك كما أن المستوى السياسي الفلسطيني دعا الفلسطينيين أيضا إلى مواصلة هذا الحراك السلمي في ظل ما تقوم به قوات الاحتلال وفي ظل الحياز الأمريكي الأعمى إلى جانب إسرائيل في السر والعالم يجعل الأيام المقبلة بالفعل حبلة بالتصعيم شكرا لك فالح نصير فالح مراسل ميدين تيفي كنت معنا مباشرة من رام الله